سلام عليكم. يوم 12 فترة الخالية حبينا نتكلم عنه. أولو أن واحد عزب مصحبه على الصحور. فبقى بالفاتورة جاية بتصوير 25 أو 20 جنيه. فنطبق صف الفاتورة بقى برضو ملاحظة بـ 65 جنيه. اللي جبنا بتوانت بـ 65. الفول بـ 100 جنيه. العيش بـ 8. يعني لقى الأخلار رهيبة جدا. يعني شابة اللي كنا بـ 95. فالناس بدأ بتتكلم في أسبق صديق. طيب. خلنا نتكلم من ناحية كصدادة البحثة. وجود فاتورة زي دي تأوجود مطعم زي دول. مش ديل على مشاكلة صدادة نهائي. ممكن يكون في مشاكلة كصدية بس. وجود الفاتورة أوجود كذا ما بيدرش على الحاجة. لأن طبيعي جدا في أي سوق كبير زي مصر. إن يظهر في ناس بتقدم لطبعة بطمسطة. ناس بتخدم هاي كراس في ناس بتعمل أسعار رخصة جدا. وهكذا. هتلاقي التنوع ده موجود. لازم هتلاقي موجود. وده موجود في دول كتير جدا. موجود في أوروبا وأمريكا. وموجود في دبي. ممكن تتلاقي فاتورة بمرتبك لسنين. مفيش مشكلة خالص. وهنا ساعد بدفع المحملات. ده موجود نفس الحاجة في نفس المحل. التفاح اللبناني مثلا بخمسين ريال. والتفاح الأردني بخمسة ريال. في حيث ان التفاح اللبناني ده هثوا بالعملاء. والأردني عامل عادي اللي عامله. مفيش مشكلة خلص. ده مش اي مش دليل على وجود مشكلة اقتصادية أو عدم وجود مشكلة اقتصادية. دي حاجة طبيعية. انه يبقى فيه تفاوط أسعار. التسعير علم بيدرس. وممكن انت بكون مستهد في طبقة معينة. وممكن تحط حاجة مثلا بألفكش تتبعها بسرعة. وتجي تحطها بمكتين ما حدش تشتريها. لان انت بتخاطب طبقة معينة. وبعتمد على التأجير المجال والعمال اللي موجودة. والحاجة اللي انت بتجيبها. والمصنفات والحاجات دي كترة جدا. ففيها عامل كترة جدا بتحكم موضوع التسعير. وبدأ اخترت من مكان لمكان. وده حاجة طبيعية جدا. انك تلاقي الأسعار زيبيات. وناس كتيرة هتلاقيهم موضوع على الأسعار دي. وحاسة انها كواسة. ما عندهش امشة كفية. الامر الاخر بالنسبة لدعية. هل الموضوع ده عمل مشكلة للمكان؟ بالعكس. ده مفيش حاجة اسمها دعاية سيئة. الدعاية اذا احسن استغلالها. هتجيب زباية. انت ممكن تكون بتعدى على المحل ده كتير. ومفكرتش ولا مرة انت تدخله. بس ممكن تدخله من باب الربشانة. ممكن تدخله من باب طب النجرة. طب انت تتماظر على اصحابك. انا عزيكم في المكان فرين. انت عمله دعاية. زي ما عنده الامر في مصرحات شانر شافش حاجة. لما كان بيهزر مع الحاجب فكان بيقول له ايه. عارف الرجل بتاع اللافق الكبري. بتاع عباسية. في واحد بتاع عصير. مستشاوش منه. هو فعلا المحل الاخصير ده كان مشهور ان هو يعني معروف ان هو العصير بتاع وحش. مش نقطة. والراجل كان متضايق جدا وعاز يرفع عضية. فكان انه اشتهر. الناس بقيت تروح له مخصوص. لانها سامع الاسم وبتهزر. وعارف ان هو عصير وحش. بس بتاع الشري والراجل اشتهر بسبب الحاجة زي كده. الامر الخير الناس بتتكلم عنه موضوع ان الدولة لازم توقف. وتوقف حاجة زي كده او. لا اهي. ده حاجة طبيعية. والدولة مناقش علاقة بالموضوع دوت. المساعر والله ادي حاجة عرض وطلب. تمام. المحل دوت لو مفيش حد ما عنده زباين اكيد هتغير الاسعار وهيبقى يزبط الاسعار بتاعت. ثانيا لو انت وصلت كده هتلاقي ان الدولة واخدها الدرائب 14% فهي عايزة اتنى. تمام؟ يعني هالفتورة 800 و900 شهر بالدرائب دية. فهي كده بدى حقها. من قبل طبعا مفروض انها بتقدم خدمات. وهكذا. فما فيش حاس مها ان دولة تقفل محلة عشان اسعار غالية. اللي هو لو مالور زباين هيقفل. دولة واخدها الفلوس بتاعت الدرائب. دي فاتورة واحدة ثواني. فان بالك بقى عدد كم واحدة في المكان دوت. لكم ساعة فيها واخد حقها. وده محل بيقدم حاجة حالية للدفتار. مكوش اي حاجة حرام. بس انا حبيت بس اوضح بعض النوات. وربنا يبارك المكان. يعني مكوش اي لهم عليه. وانا عادي عنا ننعور برحت مكادة وتقسمت عنه. بس ادينا سمعنا الاسم.